اهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج مع الحدث خرجت الازمة السورية بالفعل عن اطارها السوري الى صراع اقليمي ودولي قد ينتج خرائط سياسية وجغرافية جديدة التدخل الروسي مؤخرا لم يخلط اوراق الازمة السورية من جديد فحسب بل زاد من عمق الانقسامات العربية هذه المرة حول هذا الملف هل سنشهد تغييرا في الاستراتيجيات الاقليمية الان كيف سيكون شكل الرد والتحالفات الجديدة في المنطقة قبل الخوضة في هذا النقاش دعونا نتابع هذا التقرير لمصطفى العلالي ونبدأ التحليل مع استمرار الغارات الجوية الروسية في سوريا واعلان موسكو عزمها على الرفع من وطيرتها في الاسابيع المقبلة وجد اللاعبون الاقليميون والدوليون انفسهم فجأة امام واقع جديد يخيم على الساحة السورية واقع دفع العواصم الغربية والعربية الى اعادة قراءتها للمشهد السوري ففي ظل غموض طبيعة الاهداف الحقيقية للتحرك العسكري الروسي تسعى الاطراف الداعمة لجماعات سورية معارضة الى رسم استراتيجية جديدة لها في سوريا فالمملكة العربية السعودية التي التزمت الصمت الى حد الان حيال التدخل الروسي لا تزال تصر على ابعاد الرئيس بشار الاسد من اي ترتيبات مستقبلية تخص سوريا لكن ثم تتساؤلا عن مدى قدرة الرياض على حشد دعم عسكري وسياسي أكبر للمعارضة السورية لتحقيق هذا الهدف وضع مماثل تقريبا تواجهه تركيا التي لا تزال تطالب الاوروبيين والامريكيين بتدريب وتسليح المعارضة السورية وبإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا وهو ما يصطدم برفض موسكو فما هو حجم الضغط الذي تستطيع أنقرى ممارسته على الكريملين لحمله على تغيير موقفه الإدارة الأمريكية بدورها تواجه صعوبات في بلورة استراتيجية تستطيع من خلالها الحيلولة دون تحول روسيا الى لاعب قوي في سوريا قادر على فرض رؤيته بشأن الحل للنزاع السوري كما تخشى الإدارة الأمريكية من أن يتمكن التحالف الرباعي بقيادة روسيا والذي تنتمي إليه أيضا كل من إيران وسوريا والعراق من تحقيق نجاحات ميدانية ضد داعش الأمر الذي قد يجعل سياسة واشنطن في المنطقة تفقد مصداقيتها لمناقشة هذا الموضوع بداية دعوني أرحب بضيفتي من موسكو السيدة إلينا سبونينا الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وأيضا مديرة مركز أسيا وشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية في موسكو من الرياض أرحب بضيفي السيد مبارك العاتي الصحفي والمحل السياسي السعودي وأيضا من واشنطن معنا أيضا الدكتور وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس مركز السياسة الدولية جي بي آي يهلا بكم جميعا ضيوف كرام أبدأ معك ضيفي من واشنطن الدكتور فارس دكتور يعني صراحة هناك تصريح رسمي الآن من قبل موسكو بأن هناك تنصيق روسي أمريكي في الضربات العسكرية الجوية التي تقوم بها موسكو في سوريا ما حجم هذا التنصيق من وجهة نظرك وما شكله أيضا؟ هي عمليا معلومات أكثر منها تحليل وجهة نظر البنتاجون والإدارة بشكل عام قالوا أو أعلنوا أن هناك تنصيقا بين القيادتين العسكريتين الأمريكية والروسية بسبب أساسي وهو عدم الاشتباك في الأجواء ربما قد فهم أنه تنصيق يعني أن تعطي كل قيادة الأخرى مراكز الضرب والعملات الجوية لا أعتقد أن هذا هو المستوى المستوى حاليا هو أن تنصق القيادتين على أن لا تلتق الطائرات في نفس المساحات الجوية في نفس الزمان والمكان كي لا يكون هناك استضامة وبالتالي أن تتصاعد الأمور بين القوتين على الأرض أو القوتين في المنطقة ما أبعد من ذلك يمكن أن يكون إذا تم اتفاق سياسي بين واشنطن وموسكو أن يكون تنصيق على مدى العمليات على الأرض ضد داعش ولكن هذا بتقديري لم يحصل حتى الآن نعم بهذا الإطار تحديدا دكتور فارس يعني هناك من ذهب بالقول بعض المحللين العرب تحديدا أن الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها تريد أن تكافح الإرهاب ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الآن هي تفعل ذلك في سوريا ولكن بأموال وسلاح روسي وهي لن تتحمل الخسائر المباشرة كروسيا ولا الخسائر الاقتصادية العسكرية وحتى الأخلاقية التي قد ننتج عن أي حرب أريد أيضا موقف منك في هذه المقولة تتفق أو تختلف ولماذا؟ أيضا المسألة ليست موقف هي مسألة تحليل بما معناه أنه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها العسكرية المعروفة والواضحة ومواقعها في المنطقة أن تشتاح مناطق داعشة أي أن تقيم بحملة عسكرية كما قامت في العراق سابقا أو في أفغانستان هي قادرة عسكريا لأن البعض يخلط ما بين القدرة العسكرية والقرار السياسي ولكن هي لا تريد الرئيس أوباما شخصيا لا يريد أن يقوم بعمل عسكري كبير هو يريد أن يحدده بهذه الطلاعات الجوية إذن هذا نوع من تراجع إذا تراجع هناك من سيملأ هذه المساحة ويبدو أن القيادة الروسية قررت أن تملأ هذه المساحة هل تخدم موسكو وواشنطن بهذه النقطة؟ هل تخدم موسكو وواشنطن في ذلك الآن؟ أنا لا أعتقد أن هناك اتفاق بين الرئيس أوباما والرئيس بوتين أن رئيس أوباما يهتم بمنطقة والرئيس بوتين يدخل قوة أنا لا أعتقد أن المسألة لهذا الحد أنا أعتقد أن إدارة رئيس أوباما كانت متفاهمة مع القيادة الروسية الإنفاق الإيران النووي وهذا بيت القصيد هنا على أن يكون عمل مشترك يبدو أنه بعد التوقيع مباشرة بعد أن تأكدت موسكو أن واشنطن وقعت مع إيران قامت بعمل ربما أحادي وفرضته على الإدارة الأمريكية لأن السؤال الكبير هل إلى أي حد سوف تذهب القيادة الروسية لأنها تعلم أيضا أن هناك حدود فعلية على الأرض لا يمكنها أن تتخطى أو هي أن تدفع ثمنا أكبر إذا قررت أن تقوم بذلك هذا هو السؤال الأكبر هنا في واشنطن أجير هذا السؤال لموسكو هذا السؤال الأكبر في واشنطن كما سمعت سيدة إلينا سوطولينا إلى أي ما هو الحد الذي قد تذهب إليه موسكو في عملياتها العسكرية جوان وعلى الأرض أيضا في سوريا في ظل الغضب بعد غضب قادة العرب وهنا سنتحدث عن ذلك لاحقا وأيضا يعني علامات الاستفهام الموجودة في واشنطن التنسيق ما بين موسكو وواشنطن هو موجود منذ الأول وحتى قبل ما بدأت هذه العملية لا أعتقد أنه التنسيق حول سوريا هو تم في أثناء المفاوضات ما بين دول ستة حول الملف نوي الإيراني لا التركيز في هذاك الوقت كان على هذا الموضوع فقط ولكن براك أوباما كان أعرف أن روسيا ستبدأ هذه العملية لم يعترض على هذا الشيء كثيرا ولكن التنسيق الأولاني لم يكن كافي الآن الأمور تتطور نحو التنسيق الأكثر وهذا جيد جدا لأنه في أثناء هذا التصعيد لا بد من تنسيق ما بين واشنطن وموسكو إذا ما تم ذلك ولكن ما هو هذا الشكل التنسيق يعني سماتي الدكتور فارس يقول سيدة سبونينا سماتي الدكتور فارس يقول بأن التنسيق هو يعتقد وحسب المعلومات المتوفرة في واشنطن هو فقط حول الضربات الجوية يعني كما ذكرنا الأجواء الجوية الآن محط يعني هناك العديد من الطائرات وأيضا الدول التي تحلق فيها ولكن تنسيق فعليا حول ضرب هذه المنطقة وضرب أخرى هو لا يعتقد ذلك أنت هل توافقين على هذا الموضوع حسب المعلومات أيضا متوفرة لديك أنا أتفق أيضا أنه عدم الثقة لحتى الآن مازال موجود ما بين الطرفين روسيا لا تثق بأمريكا وأمريكا لا تثق بروسيا ولكن التنسيق أولا وأنتم على حق تماما من أجل عدم احتكاك طائرات أمريكية وروسية في سماء سوريا التنسيق على فكرة الآن بدأ ما بين روسيا وتركيا أيضا لكي لن تتكرر نفس الأخطاء ولن تخترق طائرات روسيا أجواء تركيا ولكن التنسيق الآن إذا تطورت الأمور على ما يرام فممكن أن يكون أكثر بكثير من ذلك على سبيل المثال روسيا الآن تطالب من واشنغتون أن تقدم بعض المعلومات اللازمة لحماية الجنش الحر وروسيا مستعدة أن تتعاون مع أمريكا في هذا المجال لحتى الآن واشنغتون لم تقدم هذه المعلومات لأنها لا تثق بروسيا ولكن إذا أرادت أمريكا أن تحمي مواقع الجيش الحر من ضربات قاذفات روسية فلابد من تقديم مثل هذه المعلومات أكثر من ذلك اليوم رئيس بوتين دعا الجيش الحر للتنسيق حكومة سوريا من أجل مكافحة الإرهاب ومكافحة داعش فبوتين دعا للتوحيد هذه الجهود على الأرض وهو ربما من سبع المستحلات بالنسبة للجيش السوري الحر الذي اعتبر بأن التدخل الروسي هو غزو روسي للأراضي السورية وقائد الجيش السوري الحر كما نعلم أيضا بأنه طالب بتوحيد الجهود كافة الجماعات المسلحة المعارضة على الأرض ضد الغزو السوري كما قاله هو دعيني أذهب إلى ضيفي في الرياض يعني السيد العادي سيد العادي نتحدث هنا عن موقف واشنطن موقف روسيا التنسيق ربما بينهما أين تقف المملكة العربية السعودية هناك من قال بأنها بين مترقة موسكو وسندان واشنطن في كل ذلك أين هي الآن من كل ما يجري في سوريا وما هي الخطوات الفعلية غير التهديد والتنديد التي قد تقوم بها مساء الخير لك أختي ديمة والأستاذ عيلينا والدكتور وليد فارس ولكل أخوان المشاهدين دعيني أنطلق مما انتهى إليه الدكتور وليد والأستاذ عيلينا حول وجود تنسيق روسيا أمريكي من عدم أنا أعتقد أن التدخل الروسي الآن في سوريا جاء رغما عن الولايات المتحدة ورغما عن الناتو بأكمل ورغما عن أربا وعن الدول الأقليمية أعتقد أن التدخل الروسي جاء لملء الفراغ الذي تعمدت الولايات المتحدة صنعه في المنطقة خصوصا أنها بدأت ونحن نلاحظ منذ سنوات لملم أوراقها خارجة من المنطقة وكان الرئيس أوباما يتعامل مع الأزمة السورية بتردد واضح كانت الكثير من الدول الحليفة له في أوروبا وفي المنطقة تحثوا على التدخل الحقيقي والتدخل الحاسم والحازم في الأزمة السورية لكن تردد الرئيس أوباما وتباطئه وعدم اكتراثه بهذا الملف الشائك أدى إلى التدخل الروسي وما سيؤثر عليه في المنطقة وفي الأقليم أدى إلى التدخل الروسي الذي كان يتحين الفرصة لأن يكون له موانع على البحر المتوسط لكي يحاصر أوروبا من أجهة الشرقية وأعتقد أنه سيحاصر أوروبا من أجهة الجنوبية عندما يتوجه إلى ليبيا لملء الفراغ أيضا هناك أعتقد أن التدخل الروسي في سوريا جاء على خلفية وفي ظل الصراع الروسي الأوروبي في أوكرانيا أين يترك ذلك المملكة العربية السعودية؟ أين يترك ذلك المملكة العربية السعودية؟ نحن نعلم أن هناك اختلاف المواقف العربية الآن أليس كذلك؟ أنا بصفتي صحفي وبصفتي شخصية كمراقب أعتقد أن العالم العربي بأكمله وجميع عضاء جامعة الدول العربية وعظام نظمة المتمر السلامي الحقيقي في المطقة لن يوافقوا على هذا التدخل الروسي الذي جاء تحت عناوين الحقيقة غير مقنعة هم أتوا بدعوة من نظام ساقط أتوا بدعوة حسب ما يعلمون بأن بشار أسد هو من دعاهم للتدخل هذا بشار أسد لفظه شعبه وقام شعبه وثار شعبه ضده وأصبح الآن في عداد التاريخ لم يعد محسوبا في العملية السياسية سيد العاتي عذر على المقاطة هو فقط لكي أقف على رأيك في هذه النقطة تحديدا عندما نتحدث عن اختلاف وجهات النظر العربية أصبح هناك كما يقال هناك محورين رئيسيين المملكة العربية السعودية وبعض دول خليج معها والمحور الآخر هو الأردن الجزائر ومصر والإمارات الصمت تبعها فهمة وكأنه أيضا موافقة على التدخل الروسي من هنا السؤال إذا كان هذا التنديد موجود كيف سيترجم إلى فعل نظرا للتحديدات لوزير الخارجية السعودي في نيويورك لا أعتقد أن الصمت هذه الدول العربية يعني التأييد كثير من الدول أصيبت بالصدمة من هذا التدخل المفاجئ بكل تأكيد أنها ترقب تطورات الأحداث لكي تبني آراءها المملكة العربية السعودية ومن وجهة نظري أنها أعلنت وتعلن هذا التدخل الروسي في سوريا لأنه يعتبر احتلال لأراضي عربية غير شرعية وليس تحت أي بند شرعي وليس تحت المتحدة جاءت روسيا صحيح أنها تريد ضرب هل من خيارات أمام المملكة العربية السعودية الآن في سوريا في ظل هذا التدخل أريد فقط أن ألمس النقطة مباشرة بكل تأكيد المملكة العربية السعودية دولة محورية في المنطقة ودولة فاعلة سيكون لها موقفها بكل تأكيد الغير منعزل بكل تأكيد عن العالم والغير منعزل عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغير منعزل عن مصالح الشعب السوري الحقيقية التي ضحها بأجرها من ملايين عندما نزفت الدم السوري يجب أن لا يذهب هذا الدم ثمنا بخصا لنزوات بعض السياسيين في العالم لهذه النزوة من روسيا يجب بالفعل أن يتنبه الروس إلى أن الشعوب لن تستسلم لما فرض عليها من واقع ويكون تأكيد عندما تضرب روسيا في كل مكان ستقول أن نضرب داعش لكن من يحمي الجيش الحر الذي بناه الشعب السوري هل سعودية ستحمي جيش الحر؟ إذا كانت روسيا عذرا فقط لكي أكسب الوقت ولو باختصار شديد سيد العاتي هناك من يقول بأن التهديد أو التنديد السعودي قد يترجم على الأرض بدعم المعارضة المسلحة ربما بينها جيش السوري الحر إذا كان بالفعل موجود على الأرض من خلال تركيا مضادات نتحدثون عن مضادات ضد الطائرات الحربية أيضا رأيك في هذه النقطة ولو بشكل سريع لكي أنتقل إلى السيدة سبونينا لو سمحت أنا أعتقد أنه سيكون بكل تأكيد سيكون هناك تنسيق واتصال بين الدول الأقليمية وعلى رأس الملوكة العربية السعودية وتركيا وبين روسيا وبين الولايات المتحدة بكل تأكيد سيكون هناك تشاور وبحث لهذه المسألة وأن الملوكة العربية السعودية ستوصل كلمتها إلى موسكو خصوصا أن هناك زيارة رسمية سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو زيارة مقررة مسبقا وأتوقع أن تتم في وقتها عندها سيوصل خادم الحرمين الشريفين رأيه بكل صراحة وحزم كما تعودنا منه سيد إلينا سبونينا هل رد الفعل السعودي كان مبالغ به من وجهة نظرك الخاصة هل تعتقدين نظرا للعلاقات الاقتصادية وأيضا العسكرية وزيارات بين مسؤولين كبار سعوديين لموسكو هل تفاجأت المملكة العربية السعودية بالدور الروسي في سوريا الآن؟ المملكة العربية السعودية بالفعل تفاجأت والآن أسمع أن زيارة جلالة الملك إلى روسيا ما زالت قائمة ولم تتأجل بسبب هذه العملية الروسية فهذا شيء جيد عظيم نحن نتمنى أن تتم هذه الزيارة ولكن أنا أختلف مع رأي أن بقية الدول العربية كأنها أيضا تفاجأت أو أصيبت بالدحشة في أثناء هذه العملية لأنه أنتم ذكرتم الأردن، الجزائر، الإمارات، مصر ثلاثة قادة هذه الدول بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأنا أقصد بالملك الأردني والقائد الإماراتي وأيضا الرئيس المصري هم زاروا موسكو في أثناء السباعة الأخيرة وأنا متأكدة أن أعرفه من قبل حول خطة هذه العملية من رئيس بوتين شخصيا فليس من باب الصدفة أنهم الآن صامتين ولا ينتقدون روسيا ولماذا تركت أسعادية خارجها؟ لأن تقريبا هم وافقوا روسيا عدة مرات اقترحت للمملكة العربية السعودية موضوع التنسيق من أجل مكافحة الأرهاب روسيا عدة مرات دعت المملكة العربية السعودية لتطبيع علاقاتها مع إيران وروسيا عدة مرات قالت للمملكة العربية السعودية أنه علينا أن نتعاون ولكن السعودية كانت تماطل في إعطاء الجواب إن شاء الله الآن هم يفهمون أن المواجهة لن تؤدي للخير خاصة أن موقف باراك أوباما هو موقف واضح جدا هناك اتفاق ما بين روسيا وأمريكا ممكن نسميه تواطم ولكن التنسيق هو يتطور أريد تعليق سريع جدا من سيد العاتي سيد العاتي تعليق سريع على مقالاته سيدة سبونينة لأنني أطلت قليلا على الدكتور فارس سيد العاتي كيف ترد على سيدة سبونينة حول هذه النقطة بأن هناك دعوات روسية عدة لسعودية للتعاون في سوريا ولكن هناك تباطئ من قبل السعودية إذن قامت روسيا بخطوتها باختصار لو سمحت تفضل غير صحيح المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال موجودة في الساحة السورية لكن وجهة النظر السعودية والذي يلمسها كل مراقب حقيقي أن الاحتلال الإيراني عبر سبعين ألف عنصر مرتزق زجت بهم لذبح وقتل المواطن السوري هذا هو سبب الاختلاف المملكة العربية السعودية مقتنعة تماما لدول خليج والعالم العربية كما لها أن إيران جزء من المشكلة بل فاعل للمشكلة وليس جزءا من الحل بإمكاننا التواصل إلى تفاهم مع إيران لو أن إيران بالفعل اقتنعت بوجوب عدم تدخل في الشأن العربي وبالانسحاب من سوريا وترك الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه لو فعلت إيران ذلك لفعلت المملكة العربية السعودية أكثر من ذلك ولحقق الشعب السوري مصيره بنفسه دعني أنتقل إلى الدكتور وليد فرس التعاون أعتقد أختي ديمة أن التعاون السعودي الروسي موجود وهناك تفاهمات موجودة وهناك علاقات بدأت تبني بشكل قوي ويجب أن يؤثر هذا التدخل على العلاقات البينية كل منهم يحتاج إلى آخر مهما حاولت روسيا فهي بحاجة للمملكة العربية السعودية وأيضا روسيا وسعودية أيضا بحاجة للدول الكبرى كروسيا كما هي بحاجة للولايات المتحدة وأوروبا نعم المصالح شيء والمواقف شيء آخر نحن نعلم هذا الأمر دكتور وليد فرس استمعت إلى مقاله السيدة العاتي وأيضا إلى السيدة إلينا سوبونينا أريد قراءتك حول أبعاد ما يحدث كمشهد الآن في سوريا من تدخلات أو مواقف إقليمية صراعات إقليمية نتيجة هذا التدخل الروسي وربما تغيير في الاستراتيجيات يعني كيف تنظر كيف تقرأ المشهد الآن بعد التدخل الروسي مجرد النظر كخليج أو حتى كدول عربية دعيني لو سمحتي أن أدخل إلى صلب الموضوع وفي نقطتين أساسيتان النقطة الأولى هناك قراءة روسية لما يفترض أن يكون الموقف الأمريكي ولكن هذه القراءة ليست بالضرورة الموقف الأمريكي لا أحاول أن أشرح هذه النقطة عندما بدأت الانتفاضة في سوريا في عام 2011 حتى 2012 رأينا أين كان الموقف الروسي الموقف الروسي كان يتفاوض على مستقبل خروج رئيس الأسد من سوريا على الرغم أنه كان عندهم معاهدة عسكرية كان عندهم كل الوسائل أن يتدخلوا ولكن الموقف الأمريكي كان هجومي وقتها عندما بدأت إدارة رئيس أوباما بالتفاوض مع النظام الإيراني حول الموضوع النووي والموضوع النووي لا يخفى على أحد هو عنوان هناك مواضيع أخرى توحيد بالموضوع النووي منها المال الذي سوف يذهب إلى النظام الإيراني منها السياسة في العراق وسوريا ولبنان واليمن كل هذا كان جزء من هذه التفاوضات عندما انتهت هذه المفاوضات أكثر من ذلك أقول وجرت تصويت في الكونغرس لكتتأكد موسكو أن هذا الأمر سوف يحسن يعني يوم الذي جرت تصويت وفشل الكونغرس في أن يصوت ضد هذا الموضوع بعد بضعة أيام بدأت المبادرة العسكرية الروسية يعني هناك كان انتظار أن يتأكدوا أن إدارة رئيس أوباما سوف عمليا تلتزم بهذه الاتفاقية وما معنا ذلك يعني لماذا لم تتدخل إدارة أوباما ضد داعش بقوة في العراق لأن طلب إيراني لا تتدخلي على الأرض لماذا لم تكثف هجوماتها في سوريا وتسقط هذا النظام أو تدعم المعارضة السورية لكي تسقط نظام الأسد لأنه هناك اتفاق إيراني يعني روسيا استعملت الاتفاق الإيراني لكي تتحول إدارة الرئيس أوباما إلى قوة غير قادرة على هذا التنفيذ فجاء الرئيس بوتين بشكل ذكي جدا وقال أنتم غير قادرين على التنفيذ نحن قادرون على التنفيذ الاعتقاد هنا في واشنطن على الرغم من وجود اتفاق فيما يتعلق بالأجواء هذا دائم ليس فقط في روسيا في سوريا ربما خدا في العراق وأيضا في البلطيك وأماكن أخرى الجبارين لا يريدون لا يريد أن يشتبكا في أي مكان هذا محسوم ولكن ما دون ذلك ليس هناك اتفاق أن تأتي القوة الروسية على الرغم من القرار الأمريكي بالتعاون الدولي وأن تشكل واقع على الأرض نقطة ثانية سريعة نتكلم عن المبادرة الروسية وكأنها اشتاحت سوريا هناك واقع جغرافي سياسي عسكري على الأرض ما بإمكان القوات الروسية أو وجود العسكر الروسي بخمسين طائرة وربما بعض الكتائب قد تصل إلى ألوية إلى ما هناك بإمكانها أن تحمي المناطق الممتدة بين تركيا وشمال لبنى ما هي هذه المناطق المناطق العلوية بإمكانها أن تتقدم وتحمي هذا الممر بين هذه المناطق ودمشق وربما أن تحاول حماية دمشق ولكن ليس بقواتها المباشرة البرية ما دون ذلك مغامرة كبرى قالها الرئيس أوباما وقالها الرؤساء الغربيون يعني إذا أرادت روسيا أن تحمي نظام ما تبقى من نظام الرئيس بشار الأسد هي قادرة وبذلك فهي أفشلت المعارضة صحيح هل تعتقد أني ستغامر؟ يعني دعني أسألك السؤال الذي طرحته في البداية ما هي حدود التدخل الروسي في سوريا من وجهة نظرك؟ هذا هو كل الموضوع وهذا الذي يجري التفاوض عليه والمناورة حوله يعني الاستراتيجية الروسية تقليديا معروفة إذا تقدمت ولم تلقى مقاومة تستمر في التقدم إذا تقدمت ولم تلقى معارضة من إدارة الرئيس أوباما وهو ما نرى حتى الآن فتستمر ولكن المشكلة ليس الولايات المتحدة الأمريكية المشكلة ويعرفوها الروس إذا تقدموا على الأرض وخرجوا من مناطق سيطرة النظام أي المناطق العلوية والحليفة ودخلوا في عمق المناطق السنية ربما بالضربات الجوية بإمكانهم ضرب عدة مواقع ولكن هل بإمكانهم أن يقوموا بمعركة حلب وحمص والرقة بإمكانهم أن يذهبوا إلى تدمر؟ صحيح ولكن السؤال الأكبر هل بإمكانهم أن يحتلوا ويكسروا المناطق السنية في سوريا والعراق؟ هذا مشروع كبير سيدة سبونينا جواب لو سمحتي على ما قاله الدكتور وليد فارس أولا أنا أستغرب لماذا سيد وليد يسمي ما تفعله أمريكا أكثر من سنة في سوريا من قصف وإلى آخره عملية مكافحة الإرهاب؟ ولماذا يتكلم حول نفس العملية تقريبا من قبل روسيا أنها اجتياحة أو احتلال؟ هذا الشيء لا أستطيع أن أفهمه ليش هكذا؟ أما لماذا أمريكا لم تتدخل منذ البداية لو تحرك أوباما في سنة 2011 أو في سنة 2013 كما كان يريد ذلك في البداية لا تغيرت الأمور بشكل قاطع يستفق معك في هذه النقطة ولكنه يختلف معك حول نوع التنصيق وأيضا ما هي الحدود التي قد تذهب إليها روسيا هو قال هل بإمكانها أن تنهي معركة حلب؟ هل بإمكانها أن تتدخل مثلا في الرقة؟ هذا هو ما يتحدث عنه ومن هنا أريد إجابة على ما قاله منك بس توضيحا أوباما لم يتحرك في سوريا لأنه أصلا رئيس متذبذب ولا يعرف ماذا يريده في الشرق الأوسط وهذا واضح جدا واضح ليس فقط في سوريا ولكن في العراق في فلسطين أنتم قلتم أن المعارضة السورية اليوم هي ما بين المطرقة الروسية وصندان أمريكي وصندان واشنطن روسيا الآن أثبتت أن قبضتها ممكن تكون حديدية أما صندان أمريكي هو صندان متأكلة الآن إدارة باراك أوباما في الشرق الأوسط هي من أضعف إدارات أمريكية في سياستها المتذبذبة هذا ربما واضح للجميع المراقبين ولكن الحدود للحدود الروسية في التدخل هل هي ستخرج من المناطق التي تابعة لنظام السوري بشار الأسد هذا هو السؤال هل ستتخطى حلفاءها الإقليميين وأيضا حليفاء الولايات المتحدة الأمريكية ولو كان هناك خلاف هذا هو السؤال الآن سيدة سبونينا الجواب على هذا السؤال هو يتوفق على مستوى التنسيق ما بين واشنطن وموسكو الآن أفضل السيناريو أن تكون هذه العملية هي عملية محدودة ويتم هناك التنسيق ما بين روسيا وأمريكا ما بين روسيا والتركيا وحتى السعودية وحتى إيران ولكن هذا هو السيناريو مثالي أما إذا ما تم الاتفاق ما بين اللاعبين الرئيسيين فهذه العملية ممكن أن تستمر وهذا ما أخشى منه لأنه أنا أتمنى ألا تستمر هذه العملية ولا تتوسى سيد العاتي أريد أن أعود إلى المملكة العربية السعودية كونها هي الآن القوى الإقليمية الأبرز عندما نتحدث عن الوحدة العربية أو توحيد الموقف العربي توحيد الموقف العربي الآن إذا ما يحدث في سوريا والتدخل الروسي والمملكة غاضبة من هذا الموضوع ولو كان هناك مصالح مشتركة مع روسيا هي لا تستطيع أن تحققه كما يقول يعني السياسيون والمراقبون بسبب غياب الأردن الجزائر الإمارات إلى حد ما يعني موقفها غامض حتى الآن ومصر التي أعلنت بوضوح دعمها للدور الروسي في سوريا يعني عدى التنديد وعدى محاولة يعني نقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كيف ستتحرك استراتيجيا برأيك أنت المملكة العربية السعودية تجاه الملف السوري الآن أولا دعيني أؤكد لك بأن أي عربي سيعتبر الوجود الروسي في سوريا احتلال بلا شك وهذا لا يختلف عليه إثنان لكن على روسيا بالفعل إذا كانت تريد أن تظهر نفسها على أنها محارب الإرهاب أن تبقي قواتها داخل هذه القاعدة فقط وأن تثبت للمجتمع الدولي بأنها بالفعل تضرب معاقل داعش وليست تضرب كل المواقع القتالية حتى هذه الفيديوهات التي سربتها وزارة الدفاع الروسية من يثبت لنا بالفعل أنها لداعش هناك مواقع كثيرة وهي تحذر الآن أن المعارضة ستضرب المساجد كأنها إرهاصة لأنها إذا ضرب أي مسجد خطأ فإنه ليس منها بل إنه من المقاومة للسورية أنا أريد أن أؤكد أن على روسيا أن تثبت بالفعل أنها جاءت للمحاربة الداعش فقط وإلا من وجهة نظرك وإلا من وجهة نظرك أنها ستعارض ستعارض برفض قاطع من المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون ومن تركيا ومن كل القوى الحريصة على مستقبل روسيا أعتقد أن كل دولة لديها من مفاتيح اللعب ما تستطيع أن تقدم به سواء كشفت عن ذلك أو لم تكشف عن ذلك أكيد هناك مساحات للتحرك السياسي ومساحات للتحرك لدعم القوى والمعارضة السورية بكل الوسائل الممكنة وهناك مساحات اقتصادية أيضا هناك مساحات في ردهات مجلس الأمن الدولي بكل تأكيد أن المملكة العربية السعودية ومن معها من كل القوى لديها من المفاتيح ما تستطيع أن تلعب به لإنقاذ الشعب السوري من محنته دكتور وليد فارس أريد رأيك أيضا في هذه النقطة الموقف المصري يعني هو قال بصراحة ووضوح كان موقف رسمي الموزير الخارجية المصري عندما قال بأننا ندعم الدور الروسي أيضا الأردن كان هناك تنصيق والإمارات كما ذكرت بأن هناك بعض من الغموض وقيل بأنها تميل إلى الموقف المصري ماذا يعني ذلك أقليميا وكتحالفات استراتيجية أيضا هل سنشهد تغير في التحالفات؟ أريد رأيك يعني هذا أبعد مما هو الواقع الواقع هو مصر تخوض حرب وحملة شرسة في مواجهات المجموعات المتطرفة الجهادية والتكثيرية في سيناء يعني نفس العدو نفس الخصم وهي قلقة مما يجري في ليبيا وهي في الماضي كانت لها يعني مشاكل كبرى مع تنظيمات قريبة عقائديا من هذه المجموعات المتشددة الإخوان المسلمين الإمارات نفس الشيء يعني هذه الدول العربية بتأييدها للدور السوري تؤيد الجزء الذي يتعلق بها ما دام الدور الروسي يواجه المجموعات المتطرفة التكفيرية فطبعا كل الدول وأنا أقول حتى السعودية ما هي السعودية تقصف مع الوليات المتحدة الأمريكية مواقع داعش تفكك خلايا لداعش داخل المملكة إذن هناك أمر محسوم إذا كان الهدف الروسي ضرب داعش وأقول أكثر من ذلك المجموعات المرتبطة بالقاعدة أو التي هي متطرفة دون أن تكون داعش أو القاعدة هذا أمر مقبول المشكلة ليست بموضوع الدور الروسي المتعلق بالإرهاب بهذا الإرهاب المشكلة بالدور الروسي أن يأتوا بقوات نظام الأسد وحزب الله والبسدران الإيراني ويسلمونهم مناطق يأخذونها من داعش ومن القوى المتطرفة الأخرى هذا بشكل واضح يعني حتى الموقف الأمريكي والفرنسي والعربي الذي هو يؤيد الروس في هذه العملية ويطلب منهم النقطة في سوريا والعراق ولبنان وإيران أن لا يحاولوا أن يستفيدوا من هذه المظلة ضد الإرهاب ليأتوا بقوة بالنسبة للآخرين هي أيضا إرهاب دكتور وليد بغض النظر على موضوع الإرهاب هناك مخاوف كما ذكرت أنت حول حدود الدور الروسي في سوريا وما إذا كانت ستأخذ هذه المناطق التي تسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وتعطيها للنظام وليحزب الله ماذا يعني ذلك من الناحية الإقليمية نحن بدأنا نرى تغير في الخريطة خريطة التحالفات والاستراتيجيات أيضا هل تعتقد بالفعل بأن هناك تغير فعلي في هذا الموضوع ولا أين يمكن أن يتجه أم تعتقد أنها مجرد مواقف وربما ستختفي لاحقا أنا أعتقد حاليا من المراقبة أننا في المنطقة الرمادية يعني كل الأطراف تراقب بعضها إذا ذهبت القيادة الروسية فعلا وأنا أأمل أن لا تذهب إلى هذا الحد إذا أرادت أن تلعب دور البطل الدولي فهي تحسم أمرها مع هذه القوى المتطرفة وستلقى ترحيبا ودعما أما إذا رأينا بأم العين بأن هذه المناطق التي سوف تساعد على استرجاعها من هذه التنظيمات المتطرفة يأتي إليها ليحكمها من جديد نظام الأسد أو حزب الله أو البسدران عندها يجب أن تنظر إلى القوى الأخرى الإقليمية كيف سوف تتصرف يعني تركيا لن تقبل بذلك الخليج على الرغم من التنوع إلى ما هناك في نهاية المطاف لن يقبل أن يكون على خدوده الشمالية نفوذ هيراني عسد ماذا يعني هذا القبول؟ يعني نسمع كثيرا لن يقبل أو يندد أو مثلا يرفض ولكن برأيك كيف سيترجم ذلك على التدخل العسكري يعني كما فهم من حديث الوزير الخارجي الجبير السعودي في نيويورك أم ماذا؟ ولو باختصار دكتور أنا لا أستبعد أي شيء ولكن ليس في الأسابيع والأشهر المقبلة أن تكون هناك عملية عسكرية عربية في المناطق السنية في العراق وسوريا قبل أن تصل إليها قوات النظام أو الإيرانيين هذا أمر منطقي على الصعيد الجيوسياسي الأمل أن لا تكون ذلك بتصادم الولايات المتحدة الأمريكية الآن يطلب منها العرب وبعض الدول الأخرى أن تعالج هذا الموضوع ديبلوماسيا وتنصف معروس هذا حقيقي ولكن إذا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس أوباما سنة واحدة تسعت أشهر عمليا عندها المحاور على الأرض أكانت تركيا أو الدول العربية هذه لا بد أن تأخذ خطوات ليس ضد إيران أو ضد سوريا ولكن لإعادة المناطق السنية العربية في هذه الدولتين العراق وسوريا إلى سلطات تعبر عنها ولا تفرض عليها هذا ببيت القصيد هذا تحديدا بيت القصيد الذي أردت أن أسمعه وهنا أنتقل للسيد العاتي سيد العاتي ربما في نفس الإطار ياسوب سؤالي هنا عشرات من رجال الدين الإسلامي السعودين غير المحسوبين بالطبع على السلطات السعودية كما يقال غير مرتبطين بها دعوا في وقت سابق الدول العربية والإسلامية إلى تقديم كل دعم معنوي ومدي وسياسي وعسكري لما سموه الجهاد ضد الحكومة السورية وأنصارها الإيرانيين والروس يعني دعوة للجهاد ليس فقط ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وليس فقط ضد الإيرانيين بل أيضا ضد الروس حتى الآن لم نسمع تصريح رسمي واحد من الرياض يقول أو يستنكر هذه الدعوة هذا الصمت حول هذه الدعوة هو قبول أم غض الطرف أم ماذا من وجهة نظرك الخاصة أبدا هذا الخطاب التي تحدثت عنه كان طالب بدعم المعارضة السورية ودعم الشعب السوري ولم يدعو للجهاد كما أشرتي لكن دعيني اختيدي ولكن البيان واضح ودع للجهاد ما ذكر الدكتور نعم أفوا ما ذكر الدكتور وليد فارس بالفعل أنا أتفق معه تماما وهذا ما قلت في حديثي سابقا بأن إذا أثبتت روسيا بالفعل أنها تحارب تنظيم داعش فستلقى قبول من كثير من الدول بالذات الممكة العربية السعودية وبالذات كل الدول التي تحارب الإرهاب أما إذا خرج النهم والرغبة الروسية عن الخطوط العريضة التي بالفعل قال أنه أتى لأجلها فهذا سيواجه أكيد بالرفض روسيا إذا أرادت أن يكون لها قبولا إذا أرادت أن يكون لدورها في المنطقة قبول عليها بالفعل إثبات محاربتها للتنظيم داعش هذه الفكرة واضحة من قبلك سيد العاطي ولكنك سيد العاطي بقيت لدي أربع دقائق هذا التوجه نعم أنت لم تجاوبني وعذرني أريد أن أشدد على سؤالي ولو باختصار لو سمح الدعوة هناك أصوات دينية هذا الخطاب الذي أشرت إليه نعم كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الدعوات أبدا هذا خطاب من مجوع من المفكرين أو المشايخ يمثلون أنفسهم بكل تأكيد المملكة العربية السعودية دولة ومستقلة لها نظام قائم تستطيع وقالت كلمتها منذ البداية بأنها ترفض الاحتلال أي قطر عربي مهما كان سواء من روسيا أو من الولايات المتحدة أو أي مكان خصوصا أن روسيا جاءت وقالت أننا جئنا بدعوة من بشار الأسد فأكيد أننا نرفض هذا التدخل ما لم تثبت بالفعل أنها تحارب الإرهاب واضح سيدة إلينا سبونينا أريد رأيك في هذه النقطة أيضا هناك بعض الدعوات ولو من رجال دين ربما لا ينتمون بشكل رسمي ومباشر للسلطات السعودية غير مرتبطين بها ولكن هي دعوات مسموعة كيف تنظرين إريها وأيضا هل تعتبرين أن سيكون لديها دور أيضا على الأرض لاحقا أو خطورة على الجيش الروسي في سوريا باختصار بقيت لدي ثلاث دقائق ربما أقل المملكة العربية السعودية هي دولة مسؤولة وهناك يفهمون خطورة الوضع فإن شاء الله السعودية حتستجيب لدعوة روسيا بالتعاون لأنه روسيا الآن مستعدة أن تتعاون وكانت مستعدة لهذا الشيء منذ الأول لأنه نحن الآن في تقاطع الطرق كيف ستطور الأمور هو ممكن أن يتوقف على مستوى التنسيق يا حيكون التصعيد العسكري أكتر يا هذه العملية حتى تؤدي إلى التسوية السياسية في سوريا نعم دكتور وليد فارس بقيت لدي دقيقتين أريد أيضا أختم معك قراءتك للمشهد الآن في الأسابيع القليلة المقبلة أعلم بأنك حللت لي هذا الموضوع ولكن أريد قراءة يعني المستقبل القريب وليس البعيد في ظل كل هذه التصريحات والمحاولات الدبلوماسية لاحتواء الموقف بخلاصة شديدة الأوراق الآن فعلا بين يدي الرئيس بوتن هو يصعد وهو يوسع وهو بإمكانه إما أن يخلق نوع من تحالف إقليمي عالمي واسع يضم فيه الدول العربية القلقة جدا مما يجري هو قادر أن يكون بذلك أو أن يفشل يعني إذا أراد أن يعطي ثمر ما يقوم به للنظام السوري والشريك الإيراني سوف يخسر العرب والتركيا وجزء كبير من الدول الأوروبية أما إذا فعلا ركز على عملية روسية تحت مظلة الأمم المتحدة ضد داعش والتنظيمات الأخرى سيلقى دعم مجلس الأمن والدول العربية وتركيا وكود الأطراف القرار بين يدي الرئيس بوتن إذن الكرة في ملعب الرئيس بوتن من وجهة نظرك الدكتور وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأيضا رئيس مركز السياسة الدولية جي بي آي شكرا لك على هذه المشاركة أشكر أيضا السيدة إلينا سوبونينا الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ومديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد دراسات الاستراتيجية في موسكو يهلا بك سيدة إلينا سوبونينا وضيف العزيز من الرياض الصحفي والمحلل السياسي السعودي مبارك العاتي أشكركم جميعا على هذه المشاركة في برنامج مع الحدث إذن هناك خطوات دبلوماسية من معظم الدول لاحتواء الموقف لنرى ما الذي سينتج عن هذه الخطوات الدبلوماسية وللحديث بقية كانت معكم ديما ترحيني تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة